يا سهر الجراح في ارتعاشة الشفاء يا حرقة الدعاء يا تناهدى الصلاة هل تنبض الحياة في هذه الأذرع والجباة إلا إذا تطهرت من أدب الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبل قاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أوصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام المهدي المنتظر صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عنوان الحديث فأما من أوتي كتابه بيمينه تقدم معنا أن كتاب الأعمال هو الذي يجد فيه كل شخص جميع أعماله بحقائقها هذا الكتاب كتاب الأعمال الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قد يعطى للشخص بيمينه وقد يعطى بشماله وقد يعطى وراء ظهره ويرى سير الطباطباي أنه لا منافات بين أن يعطى بشماله من وراء ظهره وهذا واضح ظاهر إذن الكتاب يؤتى باليمين يعطى باليمين أشير هنا في البداية إلى أن بين الصلاة وحديث الكتاب باليمين أو باليسار والشمال علاقة قوية جدا من خلال أذكار الوضوء عندما يستحب للشخص أن يقول اللهم آتني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا ثم ولا تؤتني كتابي بيساري ولا تحاسبني حسابا عسيرا أو بالشمالي ولا تحاسبني حسابا عسيرا فلأجل أن يعزز هذا المفهوم المركزي في النفس يناسب هنا أن نعرف أقسام الناس لنعرف أن الكتاب بالنتيجة على قسمين أو على أقسام باعتبار أقسام الناس إذن يناسب أن نعرف أقسام الناس في القيامة لتحديد أهل اليمين الذين يؤتون كتبهم بأيمان بحسب القرآن الكريم الناس في القيامة أربعة أقسام قال تعالى في سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين هذا القسم الأول المقربون فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين هذا القسم الثاني فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالين هذا القسم الثالث فنزل من حميم النزل بحسب كتب التفسير ما يقدم للضيف أو للقادم أولى وصوله أول نزوله أول ما ينزل يقدم له شيء هذا النزل نزلوا أهل التكذيب والضلال المكذبين الظالين نزلهم من حميم وتصلية جحيم إلى هنا ثلاث أقسام في سورة الواقعة حديث عن أصحاب الشمال أصحاب الشمال قد يكونون نفسهم المكذبون الظالون فبصير ثلاث لكن مذكور أربع عنوين لثلاث أقسام في سورة الواقعة نقرأ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم أصحاب الشمال يصرون على الحنث العظيم الحنث ومخالفات العهد في بعض كتب التفسير أن المقصود هنا عدم وفائهم بعهدهم حين قالوا بلى عندما سألهم الله عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى عاهدوا الله عليه عاهدوا الله عز وجل على التوحيد إلا أنهم في الدنيا خالفوا وصدر منهم هذا الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون إذن الناس أقسى في القرآن الكريم أربعة عنوين المقربون وأهل اليمين أصحاب اليمين والمكذبون الظالون وأصحاب الشمال وقد يكون المكذبون الظالون هم نفسهم أصحاب الشمال ستكون كما ذكرت أربعة عنوين لثلاثة أقسر إذا أردنا أن نعرف منهم أصحاب اليمين عموما ما هي صفاتهم ينفعنا في البداية أن نتأمل في صفات أهل الشمال لنعرف أن نقيض هذه الصفات هو صفات أهل اليمين وتأتي صفات خاصة مباشرة لأهل اليمين وأما أصحاب الشمال نجد في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين إذا الصفة الأولى لأصحاب اليمين التي نفهمها من كون صفاتهم مناقضة لصفات أهل الشمال أنهم من المصلين الصفة الثانية لأهل الشمال ولم نك نطعم المسكين إذا الصفة ثاني لأهل اليمين إطعام المسكين لا يوجد أمر في الأعمال ورد التأكيد عليه كما ورد التأكيد على إطعام المسكين الإطعام الإطعام عنوان بالغ الأهمية ومن عالم ويطعمون الطعام على حبه يعني هو فعل متصل ب رضا خاص وقرب خاص من الله عز وجل الصفة الثالثة لأهل الشمال وكنا نخوض مع الخائضين في القرآن الكريم نجد ما يوضح الخوض تعبير إذ تفيضون فيه أو مثلا الأمور التي نستتر فيها من الناس ولا نستتر من الله عز وجل نخوض مع الخائضين الدخول في الباطل والإمعان في هذا الدخول كالذي يسبح ويخوض في غمرات الماء مثلا وكنا نكذب بيوم الدين صفة رابعة عدم الإيمان بالآخر ويأتي ذكر صفات أخرى لكن لا بأس أن نقف هنا عند سبب التسمية لماذا سمي أهل اليمين أهل اليمين وأهل الشمال أصحاب الشمال لماذا سموا أصحاب الشمال طبعا تعبير أهل اليمين وأهل الشمال صح وتعبير أصحاب اليمين وأصحاب الشمال صح وأيضا تعبيرات الأخرى التي ينبغي الوقوف عند القرآنية منها أصحاب المشأمة مثلا والميمنة بحسب السير الطباطبائي وهو شيخ المفسرين يقول رضا الله تعالى عليه هذه التسمية مأخوذة من أوتي كتابه بيمينه وأتي كتابه بشماله أصحاب اليمين هم الذين يؤتى كل منهم كتابه بيمينه فإذن تسمية أصحاب اليمين مأخوذة من كتابه بيمينه تسمية أصحاب الشمال مأخوذة من كتابه بشماله طيب أهل اليمين الذين يؤتونا كتبهم بأيمانهم من أين أخذت تسميتهم يقول هم أتباع أئمة الهدى وأهل الشمال من أين أخذت أسماؤهم قلنا من كتابه بشماله كتابه بشماله على أي أساس تحققت هذه التسمية من أين أخذت يقول لأنهم أتباعوا أئمة الضلر هذه عبارة سيد الطباطباء إنما سمي هؤلاء بأصحاب اليمين في مقابل أصحاب الشمال وربما سموا أصحاب الميمنة في مقابل أصحاب المشأمة وهو من الألفاظ التي استلح عليها القرآن مأخوذ من إيتاء الإنسان يوم القيامة كتابه بيمينه أو بشماله قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا إلى أن يقول وسنبين أن يعني في شرح هذه الآية في تفسير هذه الآية أن المراد من إيتاء الكتاب باليمين اتباع الإمام الحق ومن إيتائه بالشمال اتباع إمام الضلال كما قال تعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال إن أهل النار يعظمون النار وإن أهل الجنة يعظمون الجنة والنعيم وإن أهل جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاما فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأعيدوا في دركها هذه حالهم وهو قول الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها ثم تبدل جلودهم جلودا غير الجلود التي كانت عليهم نحن أمام أقساما ثلاثة أتي كتابه بيمينه وأتي كتابه بشماله وكما مرت الإشارة وراء ظهره والظاهر أنه ليس قسما ثالثا لكن التعبير يصبح تعبيرا ثالثا ما هو حال من أوتي كتابه بيمينه وهنا تأتي صفات أشرت إلى أنها ستأتي لأهل اليمين لكن تأتي في سياق ما يترنم به في أرض المحشر الذي يؤتى كتابه بيمينه قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يوم ندعو وقال عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يعني لا يحرمون مما وعدوا به من الجزاء العجيب فأما من أوتي كتابه بيمينه هذه الآية الثالثة فيقول ها أمقرأوا كتابي ها أمقرأوا كتابي قبل الوقف عند هذا الترنم العجيب في أرض المحشر هذا الاحتفال البهيج الذي ينسي كل حزن قبله طيلة الحياة الدنيا أقف عند رواية حول جزاء من يؤتى كتابه بيمينه يعني حالي من حالات الشخص عندما يعطى كتابه بيمينه غير الترنم عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحسبه فيما بينه وبينه فيقول عبدي فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا فيقول نعم يا ربي قد فعلت ذلك فيقول قد غفرتها لك وأبدلتها حسنات فيقول الناس سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئة واحدة يعني الله عز وجل لا يريد أن يحاسب هذا المؤمن أمام النس هذا المؤمن كانت له ذنوب يطالبه بها الله عز وجل سرا بينه وبينه ويغفرها له لأنه في دار الدنيا قد عمل ما وعد الله عز وجل بأن من يكون بالوضع الفلاني فإن الله صلى الله عليه وسلم يغفر له ويبدل سيئاته حسنا فيقول نعم فعلت يعترف الشخص فيبدلها الله عز وجل حسنات يظهر كتابه أمام الناس وليس فيه سيئة واحدة إذن الحساب كان سرا لكن ظهر الكتاب أمام الناس وليس فيه أي سيئة فيقول الناس سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئة واحدة عندئذ يترنم هذا المؤمن الذي أوتي كتابه بيمينه وحسبه الله حسابا يسيرا وسرا خاصا بينه وبينه لم يشأ أن يفضح حتى هذا المقدار من أمره أمام الناس أنه أذنب في الدنيا وتاب في الدنيا من هذا الذنب ولكنه الآن عرف أن الله عز وجل بدل سيئاته حسنات يترنم في أرض المحشر هاء مقرؤ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إذن في أرض المحشر يعيش هذا المؤمن هذه الفرحة العجيبة لأنه اكتشف أن الله عز وجل قبله وأوصله إلى هذه المرتبة العظيمة مرتبة يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا بالنسبة لمن أوتي كتابه بيمينه في المقابل من أوتي كتابه بشماله قال تعالى في سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه لاحظ لاحظ يا قلب المقارنة بين ما يترنم به ما يترنم به المؤمن الذي أوتي كتابه بيمينه وبين الويل والثبور الذي ينادي به من أوتي كتابه بشماله طبعا هذا القسم الذي قرأته هو المنادات بالويل الأخف هو اللطم والعويل والثبور الأخف الآن تأتي الموج الأخطر خذوه فقلوه في البداية والمال سبعون سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم في بعض كتب التفسير السلسلة ذرعها سبعون ذراعا يربط بها لأن لهب النار لهب الخطير يرفعه يقذفه فإن لم يكن مربوطا فقد يسقط في مكانا لا ينبغي أن يسقط فيه إذن السلسلة ترده إلى جهنم طبعا إشارة هنا إلى أن الشهوة ترد الإنسان إلى قعر ومستنقع الشهوات إلى جهنم الشهوات خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هذا أيضا من خلالها نفهم صفات أهل اليمين الصفات النقيضة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين غسلين هو عبارة طبعا بعضهم يقول شجر في النار كالضريع أيضا شجر بعضهم الأكثر الكتب المصادر أنه غسالة أهل النار وفيها قبح أكثر من هذا بكثير ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون إشارة هنا إلى الترابط بينما يبتهج به الشخص ويستضرفه من الأمور الحرام والقبيحة وبين غسلين يعني هو يغذي نفسه بهذا الأمر الخبيث تظهير ذلك في القيامة والله العالم أنه يأكل غسلين هذا الذي أكله في الدنيا من جملة ذلك الغيبة أنه يأنس بغيبة شخص يأنس بسحق كرامة شخص ويطرم لذلك ويضحك ويضحك الآخرين بما حصل هذا حقيقته غسلين صديد أهل النار قيح أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون وأما من أوتي كتابه وراء ظهره هذا تعبير الثالث الذي قد يكون قسما ثالثا لكن كما تقدم عن سير الطبطباي أنه يمكن الجمع بين من يؤتى كتابه بشماله ويؤتى كتابه وراء ظهره يعني يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا لا يحب الفريحين هذا النوع من السرور على الباطل المبني على الباطل السرور المبني على الحرام السرور السرور المغمس بكرامات الناس والغفل والجهل إنه ظن أن لن يحور نحن دائما نقول إن لله أن إليه راجعون قد ننسى الرجوع إليه عز وجل إنه ظن أنه لن يرجع لن يحور بلى إن ربه كان به في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أراد الله بعبد شرا يعني إذا كان الشخص يستحق العقاب والله عز وجل يريد أن يعاقبه إذا معنا أراد بعبد شرا على موازين العدل طبعا حسبه على رؤوس الناس وبكته وأعطاه كتابه بشماله من يجرؤ على أن يحاسم من يجرؤ اللهم بما لا ترد الطلب مع القسم به من علينا بالستر إذا أراد بعبد شرا حسبه على رؤوس الناس وبكته وأعطاه كتابه بشماله وهو قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إلى آخر من الآيات سرط طبعا يقول وراء ظهره الظرف منصوب بنزع الخافض يعني من ورائه هو الآن هنا وراء ظهره منصوب بنزع الخافض والتقدير من وراء ظهره ثم يقول ولعلهم إنما يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم لماذا لأن وجوههم ردت إلى أقفيتهم أعاننا الله على أنفسنا الشخص الذي لم يكن ينظر إلى المستقبل وأنما كان ينظر إلى الزائل إلى الخلف هو من أهل القهقرة كما قال تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ثم يقول لا منافات بين إتاء الكتاب من وراء الظهر بين إتائهم إتائه بالشمال اللهم منع علينا بما أنت أهله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة